جماعة اليوم رح أوريكم تشارت للتو شفته تشارت هائل تماماً وهذا جماعة شيء رح يغير نظرتكم عن البيتكوين وفين رح نتجه من هذه النقطة فجماعة تأكدوا بأنكم تظلوا معايا من بداية إلى نهاية هذا الفيديو مرحبا بكم مرة أخرى اسم منصور قدم لكم فيديوهات عن العملات الرقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلال نتقل هنا الآن مباشرة اللي تقدروا تشوفوا جماعة وهو أنه حصلنا هنا على بعض الشماعات البوليش جداً مؤخراً وفي خلال الثلاثة أو الأربع الأيام الماضية ارتفعنا هنا من خمسة أو ستة وخمسين ألف دولار إلى مستوى ستة وستين ألف وخمسمية دولار مش فقط هذا الشيء ولكن كمان شوفوا هنا عاننا هنا شوية عند هذا الخط البني عند ثلاثة وستين ألف دولار حصلنا على ارتفاع وحصلنا على هبوط إعادة اختبار لهذا المستوى كمستوى دعم ومن هذه النقطة ارتفعنا بشكل أكثر فمش فقط تجمع هذا الشيء ولكن كمان كسرنا فوق معظم مستوية المقاومة تقدروا تشوفوا هنا خط الموفينج أفريج ميتين يوم اللي هو الخط الأخضر هذا هنا كان مستوى مقاومة قوي حصلنا على رفض من عند هذا المستوى عدة مرات في السابق الآن كسرنا هذا المستوى وكمان تقدروا تشوفوا تجمع المقاومة هذه هنا كان في عندنا مش فقط الخط البني ولكن كمان كان في عندنا خط الموفينج أفريج خمسين يوم وكمان خط الموفينج أفرج 100 يوم والآن احنا تماما فوق هذه المقاومة فهذا هنا يا جماعة تقدروا تشوفوا في الواقع تقدروا تشوفوا كيف بأن كل هذه المستويات أثبتت بأنها مستوى دعم كمان في هذا الهبوط على الفريم اليومي تقدروا تشوفوا هنا بأنه حصلنا على هبوط ولكن بعدها حصلنا هنا على ارتفاع وارتداد للأعلى فحصلنا هنا على دعم من عند هذه الموفينج أفرج والخط البني فكل شيء يا جماعة يمشي هنا على حسب الخطة زي ما انتم عارفين يا جماعة احنا قاعدين نتوقع هذا الشيء منذ فترة طويلة توقعنا بأنه راح يكون في حركة جانبية وكمان توقعنا بأنه سعر البيتكوين راح يبدأ بالصعود في شهر سبعة وإلى الآن طبعا هنا شهر سبعة مرتفعين الآن بـ 4% فهذا هنا كل جيد اعتقد بأنه لما نغلق شهر سبعة فراح نكون عند مستويات أعلى من المنطقة اللي احنا فيها الآن ولكن نشوف هنا بأنه قاعدين نرتفع هنا شوية شوية وكمان نحصل على أحداث بوليش وأشياء بوليش شوية شوية فكمان تقدروا تشوفوا جماعة منها إذا شفنا على هذا الترند لاين اللي تكلمت عنه منذ فترة هذا هنا مستوى مهم تقدروا تشوفوا بأنه الآن كسرنا فوق هذا الترند لاين حصلنا على هبوط وأعدنا اختبار هذا المستوى والآن نرتفع للأعلى فهذا هنا كل جيد وبالنسبة للأسواق التقليدية فحصلت على ارتفاع أعلى قيمة جديدة أمس فهذا هنا كله رائع جدا فكل شيء جماعة هنا الآن يبدو شكله رائع جدا للسوق وكمان شيء جماعة عايزة وركم إياه وهو هذه القناة الهابطة اللي موجودة عندنا هنا للبيتكوين على الفريم اليومي تقدروا تشوفوا بأنه هبطنا إلى هذه النقطة هنا ولما لمسنا الجهة والناحية السفلية من هذه القناة تقدروا تشوفوا بأنه ارتفعنا بـ 24% فهذا هنا كان في شهر مارس 2024 هذا هنا كله جيد حصلنا على حركة جانبية حصلنا هنا على هبوط مرة أخرى إلى الجهة السفلية من هذه القناة الهابطة وبعدها لما عملنا هذا الشيء لما وصلنا إلى هذه النقطة حصلنا وعدها على ارتفاع بنسبة 27% فخلونا نشوفوا جماعة لأنه الآن مرة أخرى لمسنا القاعة والجهة السفلية من هذه القناة الهابطة والآن خلونا نشوفوا جماعة إذا راح نحصل على ارتفاع إلى أعلى هذه القناة ونطلع فوق هذه القناة مثل المرة السابقة إذا ارتفعنا إلى قمة هذه القناة الهابطة فهذا راح يكون ارتفاع بـ 30% وهذا راح يكون ارتفاع إلى مستوى 69500 دولار فخلونا جماعة نحوط لنا على هذا الشيء ولكن كما نجمع الشيء الأهم هذا هنا تشارت DXY هذا هنا مؤشر الدولار فبشكل عام يا جماعة لما هذا المؤشر هنا يهبط بشكل كبير ففي العادة نحصل على ارتفاعات كبيرة للبيتكوين وكمان الأصول بشكل عام وشوفوا هنا جماعة مؤشر الدولار DXY حاليا طبعا كسر الآن أسفل هذا الخط الأحمر مستوى الدعم القوي والآن في عندنا هذا الخط البني فإذا استمر هذا المؤشر إذا استمر هذا الهبوط هنا بشكل كبير فيبدو محتمل بشكل كبير جدا بأنه راح نحصل على ارتفاعات كبيرة في الأصول والبيتكوين ورح يكون هذا هنا كله بوليش جدا طيب الآن خلونا جماعة نتكلم هنا على بعض الأشياء الكبيرة التي تحصل للبيتكوين طيب أول شيء خلونا أوريكم هذا هنا انتو عارفين يا جماعة بأنه ماوند جوكس راح يوزع كميات كبيرة من البيتكوين بقيمة مليارات الدولارات راح يوزع هذه الكمية للناس نعم بعض الناس راح يتمسكوا وبعض الناس راح يبيعوا والسوق طبعا الآن خايف بشكل كبير من هذا الشيء لأنه السوق يتوقع بأنه جزء كبير من هؤلاء الناس اللي راح يستلموا أو راح يحصلوا على البيتكوين من الماوند جوكس معظم هذه الكمية راح تنبع ولكن عايزة جماعة أوريكم هذا الشيء لأنه هذا هنا بصراحة شارت هائل جدا طيب في خلال 2023 إلى الآن تم بيع بيتكوين بقيمة 224 مليار دولار ورغم هذا كله إلا أنه السعر مرتفع ب350% فأوريدي يا جماعة حصلنا على أو شفنا كميات هائلة جدا من البيتكوين انبعت إذا شفنا هنا على بيانات الـ On Chain فليش راح يكون هذا الشيء مهم جدا وليش هذا راح يكون شيء ضخم ومخوف جدا إذا الماوند جوكس باعت بيتكوين بقيمة 3 مليار دولار نعم أجماعة هذه الكمية نعم تم تأكيد بأنها أرسلت إلى كراكن اللي هي منصة تداول أمريكية ومنصة كراكن نعم أكدت بأنها راح توزع هذه الكمية في بداية الأسبوع القادم فنعم أجماعة في كمية من الناس راح يحصلوا على البيتكوين تبعهم بعض هؤلاء الناس ممكن نعم راح يبيعوا ولكن على الناحية الكبيرة يا جماعة أعتقد بأن الناس مبالغين في هذا الشيء أعتقد بأن الناس خايفين بشكل كبير ومبالغ فيه من هذا الشيء يعني مبالغين بالتأثير اللي يتوقعوا أنه راح يسببوا هذا الشيء ومع أمر الوقت أعتقد بأنه كل شيء راح يكون كويس وما في أي مشكلة من هذا الشيء وتذكروا جماعة لما الماوند جوكس يبيع أو لما الناس اللي راح يحصلوا على البيتكوين من الماوند جوكس يبيعوا ما راح يكون فيه كميات كبيرة أو نقاط كثيرة من الفد أو الإشاعات اللي راح تكون موجودة في السوق فعشان كده جماعة الآن البيتكوين يصل على ارتفاع كبير لأنه كثير من هذا الفد وكثير من هذا الخوف الآن بدأ ينتهي وكمان في عندنا جماعة البريميوم اللي في الماونت جوكس وصل إلى أعلى قمة في خلال ثلاثة الأشهر بمعنى أنه الكون بيس في أمريكا تشوفوا هنا جماعة كميات هائلة من الأموال تشتري البيتكوين من الكون بيس فهذا هنا كله رائع جدا ومش فقط جماعة هذا الشيء ولكن تقدروا تشوفوا بأنه يتدفق إلى الاتف حصلنا أمس على تدفق صافي بقيمة 422 مليون دولار أمس فهذا هنا شيء رائع جدا ولكن رغم هذا إلا أن الناس خايفين بخصوص الكم مليار اللي راح تنباع في السوق ولكن مع مر الوقت جماعة وحتى مثلا إذا انبعت كل هذه الكمية 3 مليار دولار انبعت مرة واحدة من الماونت جوكس راح نحصل على ذيل كبير للأسفل راح نحصل على فقط مجرد ذيل وبعدها بكل تأكيد أعتقد بأنه راح نرتفع إلى مستويات عالية فتذكروا يا جماعة هذا الشيء بأنه معظم الناس راح يكونوا مستنين للهبوط اللي راح يحصل من الماونت جوكس الناس متوقعين بأنه البيتكوين من الماونت جوكس راح يضرب بالسوق وراح يتم بيعه بشكل كبير جدا ولكن لما يحصل هذا الشيء لما يحصل هذا البيع فأردي يا جماعة في ناس كثير مستنين هذه الفرصة مستنين هذا الهبوط علشان يجمعوا بيتكوين أكثر فأعتقد يا جماعة بأنه محتمل بشكل كبير بأنه هذا الهبوط اللي يتوقعه كثير من الناس ما راح يحصل طيب ومن ناحية الجماعة معدل الفائدة فتقدروا تشوفوا بأنه إذا شفنا هنا على الشهر السبعة فالسوق متوقع بأنه راح نظل عند نفس المستوى 93% من السوق يتوقعوا بأنه راح نظل عند نفس المستوى ولكن نشوف يا جماعة هنا إذا شفنا على الشهر سبتمبر هذا هنا بصراحة شيء مشوق جدا السوق يتوقع بأنه في سبتمبر راح يكون في عندنا تنقيص لمعدل الفائدة بنسبة 0.25% أو 0.50% فيعني السوق يتوقع بأنه ما في أي فرصة أبدا بأنه الفيدرالي راح يترك معدل الفائدة كما هو حاليا وهذا هنا كمان بصراحة شيء مشوق جدا لأنه السوق يتوقع بأنه راح نحصل على 6 تنقيصات لمعدل الفائدة في خلال السنة القادمة وعشان كده جماعة أكيد إحنا الآن قاعد نحصل على هذا الارتفاع الكبير للبيتكوين هذا هنا كوكتيل مثالي جدا ولكن كمان لازم يعني نكون حاذرين شوية لأنه ما أعتقد بأنه بالضبط يعني راح نحصل على 6 تنقيصات لمعدل الفائدة في السنة القادمة ولكن راح نشوف جماعة ممكن يعني أنه هذا الشيء يحصل ولكن كمان لازم نكون مجهزين في حالة أنه يعني ممكن نحصل على تنقيصات أقل من هذا العدد أقل من 6 مرات وبالتأكيد هذا أكيد راح يكون شيء سيء أو شيء سلبي للسوق ولكن في النهاية أعتقد بأنه إذا حصل هذا الشيء فهذا راح يثبت مرة أخرى بأنه هذه راح تكون فرصة شراء رائعة في حال حصلنا هنا على خيبة أمل من السوق في حال لم يحصل أو لم نحصل على 6 تنقيصات لمعدل الفائدة ولكن راح نشوف جماعة كل شيء الآن لسه أداءه رائع جدا ويمشي على حسب الخطة فهذا جماعة كل شيء عندي لكم اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم